أعزو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحظيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا أعزاب أليم قالوا طائركم معكم أيها ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه تلتعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفل ربي وجعلني من المكرمين إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرتعون وإن كل لما تميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النخار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النخار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النخار وكل وفي فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ويقولون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرتعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يواصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم تميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنت أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم تبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوغ اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرتعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا خالهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون وادخذوا من دون الله آلية لعلهم يوصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو أقصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العصام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترتعون صدق الله العظيم